موسيقى لقي عدد من عناصر ميليشيات إيران الحوثية مصرعهم بين إيران قوات الجيش الوطني غرب محافظات مارب وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن بثعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة الفليحة جنوب مارب وألحقت بها خسائر بشرية ومادية وأكد المركز الإعلامي مصرع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية بين إيران أبطال الجيش أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب مارب وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش قد استهدفت في وقت سابق من يوم أمس مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في محيط مدينة حرظ وأكبدتها خسائر في العتاد والأرواح استشهدت امرأة برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية غرب محافظة تعز وقالت مصادر محلية إن المواطنة سعيدة سالم البومي استهدفت يوم أمس من قبل قناصة ميليشيات الحوثي بمديرية مقبرة وأوضحت المصادر أن المواطنين هرعوا إلى المكان لإسعاف الضحية إلا أنها فارقت الحياة بسبب تعرضها للنزيف الحاد نتيجة اختراق الرصاصة لرجلها اليمنى وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت المواطنة من مواقع تتمركز فيها في تبة المقاعشة بينما كانت تجمع الحطب جوار منزلها في قرية البومي بمديرية مقبرة يشار إلى أن تقارير حوثية وثقت استشهادة وإصابة أكثر من 17 ألف مدني في تعز برصاص قناصة الحوثي والقصف والألغام الحوثية المزروعة في الطرقات والبيوت والمزارع والمدارس يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وقالت مصادر في الأمم المتحدة للمصدر الله إن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء القادم جلسة مشاورات لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي هانس جرينبيرغ إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ونتائج المشاورات التي أطلقتها الأمم المتحدة الاثنين الماضي مع قيادات في الأحزاب اليمنية وبمشاركة فاعلة من البعثات الدبلوماسية للمعتمدة لدى اليمن كما سيستمع مجلس الأمن الدولي لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وسيحث أعضاء المجلس خلال الجلسة الدول المانحة للمشاركة الواسعة في المؤتمر رفيع المستوى المزمع عقده في السادس عشر من مارس الجاري لتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن قالت الخارجية الأمريكية إن استمرار إيران في تهريب الأسلحة إلى ميليشية الحوث الإرهابية يعد انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومثال آخر يؤكد أن النشاط الإيراني الخبيث يطيل الحرب في اليمن وأوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو أن التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن أدى إلى زيادة هجمات الحوثيين الوحجية في اليمن وزادت من معاناة المدنيين وأشارت جافيتو في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الهجمات عبر الحدود التي شنتها ميليشيات الحوث الإرهابية على الإمارات والسعودية أدت إلى مقتل مدنيين وأكدت المسؤولة الأمريكية أن دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي دعا السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديك هوف ميليشيات الحوثية للتعامل مع مبعوث الأمم المتحدة هانس جرينبيرغ دون قيد أو شرط وأوضح في بيان على تويتر في ختام زيارته إلى صنعاء الحديدة أن المحادثات ترتكز حول الدفع نحو حل مشكلة ناكلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة وقال السفير الهولندي إذا كان الحوثيون جادون بشأن السلامة فعليهم التعامل دون قيد أو شرط مع المبعوث الأممي وأتات دعوة السفير الهولندي بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن تجشين مشاورات سياسية مع مختلف المكونات اليمنية في عمان كمقدمة لإطلاق عملية سلام شاملة قال تقرير للاستخبارات الأمريكية إن إيران تنشر الفوضى في اليمن من خلال دعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية وعشارت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي حول التهديدات العالمية إلى أن طهران ستستمر في تهديد المصالح من خلال محاولاتها بسط نفوذها في الشرق الأوسط وستحاول استغلال توسيع برنامجها النووي عبر وكلائها لتحقيق أهدافها وقال مدير الاستخبارات المركزية وليام بيرنز إن تهديد إيران لا يقتصر على برنامجها النووي وصواريخها الباليستية فحسب بل يشمل تهديد مصالح المنطقة وبغض النظر عن الاتفاق النووي فإن هذه التحديات ستبقى وأحذر التقرير الذي استعرضته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بحضور مسؤولي الاستخبارات الأمريكية من أن وكلاء إيران في المنطقة سوف يشنون اعتداءات في العراق وسوريا وبلدان أخرى أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية لشؤون الدفاع جورج يومولي أن هجمات ميريشيات الحوثي على الأراضي السعودية تشكل تحديا واضحا لأمن المملكة وقال إن بلاده تدين الهجمات في جميع المحافل الدولية بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وأوضح جورج إلى الشرق الأوطط أن الهجمات الحوثية واستمرار المواجهات العسكرية على طول خط الجبهة في اليمن لأسيما حول مارب يوضح عدم استعداد حركة الحوث للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن حذرت مصلحة خفر السواحل اليوم كافة الصيادين اليمنيين من مخاطر تعرضهم للقرصنة قرب المياه الصومالية في ظل إنهاء عمل القوات البحرية الدولية وعممت المصلحة على مكتب جمعية الصيادين ومن له علاقة بنشاط الصيد في مناطق الاختصاص بأخذ الحيطة والحذر أثناء التوجه إلى المياه الدولية لغرض أعمال الصيد المشروعة وخاصة باتجاه الحوظ الصومالي وقالت مصلحة خفر السواحل إن مجلس الأمن لم يجدد مهمة القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المخولة بمكافحة القرصنة وتأمين المياه الصومالية وحماية سفن برنامج الغذاء العالمي وتوقعت خفر السواحل اليمنية تزايد أعمال السطو المسلح والاختطاف للصيادين اليمنيين من قبل جماعات مسلحة قبالة السواحل الصومالية انطلقت اليوم في مدينة سيئون أعمال المؤتمر الأول حول الزراعة اليابانية وتحديات المستقبل الذي تنظمه الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي من أجل بحوث زراعية تواكب المستجدات العلمية العالمية في إنتاج ونقل التكنولوجيا للنهوض بالغطاء الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة ويهدف المؤتمر بمشاركة نخبة من الأكاديميين والدكاترة والأطباء والباحثين والزراعيين والمختصين من مختلف محافظات الجمهورية إلى مناقشة الأنشطة والبرامج البحثية والإرشادية ونقل التقنيات لمحطات ومراكز وأجهزة الإرشاد الزراعي التابعة للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرى السالم عبدالله نمير بأن التجهيزات جارية لاستقبال العديد من الرحلات الجوية إلى مطار الغيظة الدولي بعد تتشينه من جانبه أوضح مدير فرع الشركة اليمنية للطيران بالغيظة عبد الحكيم علي صالح بأنه سيتم إعادة وتهيئة مكتب اليمنية بالغيظة مضيفا بأنه يتم حاليا الاستعداد لفتح الخط الداخلي عدن الغيظة بالإضافة للخط الخارجي للغيظة جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرى بمديرية فرع شركة اليمنية للطيران بمدينة الغيظة لمناقشة عملية تشغيل المطار وتسيير الرحلات الجوية اشتركوا في القناة